اشتركوا في القناة وخارير المياه مهم الدنيا غزالة المناظر الخلابة في وطني البديل حيث الفرنجة كل شي تيجي في الوقت اشتف الوقت الربع في الوقت الخريف في الوقت اجواء شيئا ما مغمنا شوي الغمام شوي تشتف الليل طبيعة ليس كالزريبة بلد بيئتي والدردق وزيد الدردق والشيخات والضعرة والفساد المطلق والله سبحانه وتعالى مسرد على بابكم تم خمس سنين ديال الجفاف والمصيب الكهلا من اللي قطح اشتاش يجو السوايع يخرجوا في التلفزيون بدو يقولوا تحت التعليمات سيدنا اشتتطح تحت التعليمات انهم كفرت وانفجرة وقال سيلك يتفرجوا في المسلسلات ها غزة تدبح هما كاي هدروا على واش عجبتك هاد دراما واش عجبك هاد المسلسل كوميدي واش عجبك هاد دور اللي قنبي هاد الممثيل واش عجبتك الطايد هاد الممثيل ها ايه يا امة ايه يا امة دحكت من اجلها الامام وهي هاد الله العادي كاي تذكروا لك في الدراما قلك المغربية يوزعت رروينا ادباحي يا اسرائيل ادباحي ادباحي واقتل اطفالنا ونساءنا في غزة فالامة نيامهم فاذي لي كاي؟ فهذا قل لك ارات ممثيل مسلسل في الدوزي من لفها في اللولة واللف ستة واللف سبعة تيسب المعلم وتيسب الاخلاق وتيسب الكدار والقيام وتيسب ها؟ دبنتما عادك فتنتو دبنتما مازال مفهمتوش بأن النظام المخزاني هدفه الاسمة هو افساد الشعب المغربي هادي مازال ما طلعت معكم فاهمت يا هنال القضية خمسا وعشرين سنة وتوم ما تسمعوا منذ ان تولى عرش أسلافه الميامين كما يقال وتوم ما تسمعهم عام كامل تحت الرعاية السامية ينظم مهرج الجرات تحت الرعاية السامية ينظم مهرج الغطى تحت الرعاية السامية ينظم مهرج الدحك العام كامل 25 سنة عمركم سمعتوا تحت الرعاية السامية ينظموا مهرجان الضراء والدراسة النووية وصناعة الغواصات والطائرات وهذه النتجة واحد المجتمع الثاسل أجيال متراكمة من الفساد ومن الضياع والتفاهى هذه نتجة حتمية لمخططات المخزن الرهزاو ما ندر معكم بس فهموه ما معرفين شي بأن اللي حكمي العالم ليسوا هم حكامكم في الزراءة هذه الدكرة هو كلاء على النظام العالمي في زرائبكم ومن اللي يقولون لهم هاش ندير هاش ندير هاش ندير هاش ندير هاش ندير لم يكن تفهموه ومن اللي يجي سيدنا رمضان يبقوا يتطوروا مع القفاف 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 والجلال البويات وكذا واللي أثر الانتباه ديالي في هذا الرمضان الكريم هذا هو تعمد يسمع صوت المالك في واحد اللقاء ربما في ذلك دروس الحسنية يتخاربها في هذا تعمدوا أنهم يسمعوا الصوت للزرائبية نعم وزير الأوقاف السحرية والشعودة والفساد والضعارة المطلقة كانوا يسمعوا إن شاء الله إظهار الجانب التقي إظهار ورع الملك هذا هو المقصود يعني العام كامل هو في زنزيبار والسيسل والكونغو والطوغو وفي رمضان يسمعون هذه الكلمة إن شاء الله والشعب يقول ملك إيمان بر عمر من الخطب فتح القسطنطينية وصلاحة الأيوب وهذا هذه هي التي ترى الانتباه في هذه الأشيطة الملكية تعمد إسمع صوت الملك للشعب بحل يقتلكم المقصود هو إظهار الجانب الإيماني والوارع في الملك فهمت؟ إذا ما هو ابنه عربي هو الحلج وطبعا هذا أمر مقصود ومتعمد لأن الشعب غالبيته إلا الحمير طبعا منهم أولا مين هو؟ هم اللي بقي معرفوشي بأن المالك العام كامل كيقوزو في العطلات فهمت كيف العام كامل هو مشمس مع رأسه ها هذه حقيقة يعني أضعف تقدير كما قالت الجريدة العالمية المعروفة بالمصدقية ديالا نسيت اسمها قلت لك كيبقى 280 يوم خارج المغرب نعم 280 يوم خارج المغرب نعم ومن اللي يدخل المغرب تيقول لك عاش المالك سيدنا زوين جدو تعنبي والرسول وقدر الدولة وغزوة عوحد وقدر فهمت العام كامل هو مسمس مع رأسه في جزره المنتصرة فوق جغرافية كوكبين الأزرق أو الأخضر أه كذلك الأشيطة الملكية الرائعة التي نفتخر بها وهي التقاط الصور مع الجياع ومع الكادحين والمطحونين بالقفة وبالسكر وبالزيت نعم عمل خيري رائع وعظيم جدا يقوم به الملك وزيد عليها ده بغا يبقى يعمل دك واجبات الإفطار مع الزعماء والرؤساء لأن سيدنا مبليه بالتوازان ومغاراف وزلايا فهمتك يجب أن يتصور به والبيض مصلاق والشباكية والتمر هذه واحدة من الهوايات يجب أن يتصور فهمتك فيما يخص الموضوع الليدير بوم قضية فتحة تمثيلة للحزب الوطني الريفي في الجزائر الكثير من الإخوان والأخوات تكتبوني في التعليقات تريد أن تسمعوا رأيك في هذه القضية أنا أخوتي لست محلل سياسي أنا صحافي والصمتة علي نعم مهم مناضل عنك أبوتي والسهلة لا تشيء لا تشيء بالحق الرأس عامر لا تشيء ممتلئ بالأفكار والإديولوجيات وكذا رأيي هو كالتالي أنا أخوتي من عندي كنأيد أي جمهوريتكم في المغرب يا جمهورية الريف في الشمال يا جمهورية الشرق يا جمهورية في الوسط يا جمهورية في الداخل يا جمهورية في السوس للتاحيت في الجنوب أي حاجة كنأيدها نعم لأن مجموعين مع المخزن والو ما أعطتنا هون أربعين مليون مغربي وش فيهم شي واحد فرحان ها هذا الناس اللي يسمعوني وش فيهم شي واحد فرحان ما كنظرش على هدوك الذين يتصنعون الفرحة والسعادة والسرورة ويقنعون أنفسهم بأن العمزين وكل شي دينا نحن مواليه وديك تقارب دم مخزن نو 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 كنقول لكم مش كنشي واحد فرحان بالوضعية ديالو في المغرب ها الدولة موفرة له كي يكون مزيان كي يلبس مزيان تخدم أولاده في المدرسة من اللي كي يمرض كيمشي للمستسفى ها كيمشي يرسوا مرفوع في الشارع ما كيحنيش يرسوا قدام القايد قدام القدام كتعرفوا شي مغربي من هذا النوع هذا ما كينيسي إلا هدوك اللي حاكمينكم أما الشعب طحنين يمهم زيان ها طحنين يمهم زيان نا وكي خير رسو بأنه فرحان وسعيد وبأنه حالي كان شوفوهم ده بفده في رمضة الكاريم كي عملوا في فيديوهات وكيتصوروا وكيدحكوا في المدون وكذا ها رمضة المدخم الخاوة ها قرقا عقدة هلوسة الشباقية ها العمداد ها ها زعم السعادة هم تقيت بالحق الحل عار في ناس نوه بناد المطحال هم تقيت كيف يوجد على رأسه وبدك الإبتسامات المصطنعة والسهلة فهمت بي الشعب وكل الشحط أخوتي الشعب وكل الشحط راشطون وصل إلى 60 درهم في طنجة هل تعرفين أنه 60 درهم أخوتي؟ هنا لا يوجد 60 درهم وبلد البحر 60 درهم يعني هذا ما يسمى المغرب الدولة ما عندك ما تبقى على سقفية هل قدرت تنفصل غير نفصل هذو اللي يسميه المناظرين بالانفصاليات هذو عابد هذو لو أمطرت السماء حرية لا رأيتهم يعملون المضلات في القرؤوسه لا تخصمش الحرية خصمي عبدو البناد هذو بحدو لا كلام علي لكن أدرعوا للناس اللي باقي في هذه الصفات الإنسانية المغرب أخوتي ما نعطيكم؟ ما نعطيكم هذا المغرب بجموعية ما نعطي؟ الرعب زارع في بابكم ها؟ كي شي مغربي ما كي خافش وأقولوا لي وش كي شي مغربي ما في شي الخوف المزمن راكم فيه قلوا لي وش كاي تعرفوش المغربي ما خوفهتش الدولة ما سقت فيهمكم الخوف المزمن المرعب الروعب الأمني ما كي قللك عاشا بمغرب مغرب تخمك؟ بلاد اللي ما تحسي بها بسعادة و بالراحة و بالإطبيئنات وتحسي براسك بأنك سيد و نفسك فيها اهلا ماشي بله دخل الادارة احني الراس قل لك ادهن سيري سير هذه التخربق ديالكوم قل لك ادور معاه وعطيه قل لك احضر الراس اه تخربق اخوتي تخربق لقد انضطرت انسانيتكم وانتم لا تشعرون هذه الحقيقة احنا قصنا الدولة اللي تكون فيها الحقوق فهمتكي باش ما كيشي شي واحد فوق القانون ما كيشي شي واحد اله يعبده البشر قصنا الحاكم يكون من الشعب تهوه تضرب تهماله تهوه تتكرفس هدهما الحاكمين الحقيقيين الذين تحتاجهم البشرية في هذه الايام الصعبة اما الحاكم اللي منصور هيدا كيت تارى مع رأسه العام كامل وكيجمع في التروع وكيت ان المتملقين يوقفوا يصغف قولوا والجوا عبقوا يهدفوا امامه عاش سيدنا هيدا واسنانهم كلها مكسرة وتيابهم رتع هذا لسه حاكم اخوتي هذا انسان يعاني من امراض نفسية حقيقة حقيقة الانسان اللي ما كيخزلش كيتصور مع الفاقير وكذا كيعطيق قفا هذه مسألة ليس الطبيعية اخوتي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام حينما كان حاكما وكان كيجي عنده شي واحد من المسلمين كيطلبوا في شي حاجة ما كيشوفش فيه ما كيشوفش فيه كيقول له اكتب حاجتك في الارض لماذا كيشوفش دل السؤال في وجهه كيشوفش حصرة في وجهه وهو كيطلب ما بغيش يحرجوه ما بغيش يشوف الملامح دياله متغيره كيش الحاكم الحقيقي اكتب فوق الارض كيكتب شنو باغي وسي behavior ومعا اتدرت نفسه ولا اتدرت نفسه واكبر عليه المطالب اما انتوا لي محتاجين فالزاربة هاب كلاب ها ديابェ نزلي في 38 عم ومهما هذا هو باختصار رأيي أنا اؤيد قيام اي جمهورية في المغرب يا في الشرب يا في الجنوب يا في الوسط إيه والله لان الدولة المخزنية مش بعطية الشعب عم呢 وعطية المجر الفقر والشيخص inve33 وتverkar وتبايل Negro في الدردك وزيت الدردك وعود الدردك وكيفية رجاء شربه وكيفية كمية وظيبت أن اخترق القطع مرة اخرى وأردك إلى أطل سنكون طوال ويجبت لا تسرق هذا ما أقول لي أما الدولة الحقيقية التي ستكون فيها البشر بشر فأنتم بعيدون عنها كل البعد وبالتالي أي شخص في المغرب تصدع بالحق وتريد الانفصال من الفساد المخزني فأنا أؤيدوها اي كانت في السامل اي كانت في الشرق اي كانت في الجنوب اي كانت في الداخل اي كانت في الوسط والدو كلك يوصفوا الناس التحروريين بأنهم انفصالين عاودوا الرأسكم عاودوا الرأسكم أيها العبيد حتماً سننفصل عنكم يوماً ما حتماً حنا طلعنا ندل فرصنا طلعتنا العبودية فرصنا انتم مدمينون عبودية سوقكم هدك هدك سوقكم كتفتحت تلفازها المغربية كتبقى تسمع شي مصطلحة أخوتي إليتي الجهوية المتقدمة الحكامة التشورية الديمقراطية المركزية العهد الجديد في المشمش العهد الجديد في المشمش الأوراش الكبرى الدولة الاجتماعية المجتمع المدني غير في التلفزيون هده المصطلحات كينا في المغرب غير في التلفزة التلفزيون المغربي في نظري يعتبر من أرقى القوامس اللغوية في العالم يبدو أن المخزن قد نسى أو تناسى مشهد العروس وهي تطير وتتطير في السماع إبان الربيع العربي الإفريقي الأمازيغي نعم أو بالأحرى إبان الجولة الأولى من الربيع لأن الجولة الثانية قادمة لا محالة وقريبا إن شاء الله المخزن إنسى ديك المشاهد المخزن كيجيب له الله صافي اطوا ديك الصفحة ولن يعود التاريخ إلى مكان عالي زعمة نجاءة لها دابا متطاول في الاعتقالات والتعديب والمحاكمات السورية والدق وكذا لأنه كيقول صافي أنا صافي قطعت الودو نشفو رجليا هيداك فكار المخزن نسى أو تناسى النظارية العلمية المجربة التي تقول الدغط يولد الانفجار والانفجار حادث قريبا لا محالة المخزن يعتقد بأن المقهورين والجياع والمتهضون لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم لن يطوروا ولن ينهضوا لأن بطونهم فارغة وأن همهم الوحيد هو ملؤها وتناسى بأن التورة تخرج من رحم المعانات اسمع الدروس المخزن اسمع أشوف المخزن صدام شه إيران ومبارا كز العابدين ومعمار واللائحة طويلة تاهم كان عندهم الحموش ديالهم والمنصور ديالهم والجد ديالهم والدوبة بالإلكتروني ديالهم والتخاربق ديالهم والحموشي والقدار والخالعة والعبيد ديالهم والعيشة ديالهم ولكن حينما جاء الموعد طاروا كما تطير الطيور في السماء لما العبيد منك يسمعوا بحلال الكلام هذا يقول لك هذا الانفصال ما الانفصال لأن العبيد معنى الوطن في عقولهم هو أن تضع الدولة لهم على كل هضبة وتحت كل جبل العبارة الكاذبة الله الوطن الملك هذا والوطن في نظرهم أين الله في حياتكم أين الوطن في حياتكم هذا الشعار اللي عملينها هذا كل مدينة خصكم تكتموا ثم المالك 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 ليس الله الوطن المالك لأن الله لا يوجد في حياتكم اليومية ولا يوجد في دستوركم بل على العكس واقعكم كله حرب على الله سبحانه وتعالى إعلامكم حرب على الله سبحانه وتعالى قيمكم حرب على الله سبحانه وتعالى قوانينكم الغبوية حرب على الله سبحانه وتعالى كل شيء فيكم حرب على الله تعالى ل言بك الله ز learner الوطن نهبت خيراته وذهبت بعيدا لم تبقى لكم إلا البصل بل حتى البصل لم تعودوا تجدونها أيها الجياع الحمقى وعودة إلى موضوع الإعلان عن قيام الجمهورية الريفية في المغرب بالنسبة للإخوان القائمين على هذا الحركة المبارك وهذا الحزب العظيم وهذا السيار الحر في المغرب لا بد من خطوات فوق أرض الواقع لا بد من خطوات عملية فوق أرض الواقع لأن بالديبلوماسية لن تحرر الوطن الوطن لا يتحرر فقط بالديبلوماسية خاصة يكون الجنح الحراكي على أرض الواقع نعم الشباكات في هذا المكان الشباكات هنا الشباكات هنا نعم لابد لابد من أجل إخراج القادية إلى العالم وإلى الإعلام العالمي فهمت كيفية بش العالم يعرف بأنه في المغرب كين واحد جيه خاصة تساقل على الدكتاتورية المخزنية فهمت كيفية ما سبقوشي عوالين غير على اللقاءات في العواصم وكذا وإصدار البيانات نعم ما كان دونت يا خاصة تكون خطوات فوق أرض الواقع نعم داخل أرض الواقع داخل المغرب نعم مناطق المستعمرة من طرف المخزن ضروري تكون بما أعمال نيضالية فهمت كيفية رهي الأيتام اللي كانت تكون بأعمال نيضالية في اسبانيا كانت عنده جنح سياسي دياله آآ الإيران إيرلندا جيري آدم كمثل الجنح السياسي آآ وكين الجنح العسكري اللي كان يقوم بالعمليات لتحرير إيرلندا فهمت كيفية جنوب السودان كذلك كان جونقرق ها الجنح العسكري والجنح السياسي ضروري ما الأشياء دي وخليهم يسميكم بإرهابيين وإنفصاليين لأن العالم دا بدك يعرف الحقيقة شنو ذاك يعرفوا بأن النظوم الدكتاتورية هي نظوم إرهابية حقيقية اللي يدخلوا بنا دم الحابس ويقلسوا على القرعة وذيك شي هذا ماشي إرهاب دا هذا كثير من الإرهاب نعم الظروف العالمية تتغير ومالتالي لابد أن تغيرها نحن معاها وخليوا الأقنان والعبيد اللي في الزريبة بغيين العبودية هذو كبوحدهم أنا كان أدار مع الأصوات التي تريدوا التغيير في المغرب أما العبيد الذين رضعوا من تدي العبودية حدر رأسك هذا المخزن المخزن معاشي اللعب اللي تتبعب هذه الأفكار العبودية هذا ما كان أدرو شي معه هذا يعود الرأسه هذا إلى مزبلة التاريخ قال لك حدر رأسك المخزن معاشي اللعب أشوف أخوتي شوف إسرائيل دولة عظمى بكل المقاييس إسرائيل دولة عظمى بكل المقاييس هاي أحرفت لها استشهروا يكا تقاتل مع حفنة ديال الشباب في حماس والجهاد وألويات الناصر هذي إسرائيل دعم العالمي كامل معه وهيدا بقا كتتحارب بقي كي سيفتوا الوفود دياله من القطر يتفاوضوا مع حماس طبعا بطالقة غير مباشرة المخزن يبقى يخلع كومي يقول لكم ممعاشي اللعب آشما الممعاشي اللعب الآن اللي هاتنوضوا البابة غادي تشوفوا هاربان ديك المخزن بالمخابرات دياله وبالله جهد بالتخارب بالدولة بالعسكر بالله العادي والو والو غير الجوبة نعتم خلي عنكم غير بالأونة باطت لكم ممعاشي اللعب بايش بتدبوزها وزيد عليها هاتوا ما سمعتوا تصريح بوتين هذي اليومين هذي ها إن شاء الله تسمي الإعلان عن فوسه في الانتخابات الرئاسية قالوا ما سيدي الحرب العالمية الثالثة واردة وليست مستبعادة واحد الصمنة هذي عاتين نفس الهدرة تقريبا قال أنتم تجرون العالم لحرب نووية ها بوتين السي مثيل مخزن بوتين رئيس دولة عظمى والحمق ضد ترومبات وما سمعتوش أنه قال بارح وقيلة قال لهم إلا ما نجحتي في الانتخابات غادي ترجع أمريكا حمامو دم اه وقال لهم هذو كل اللي شبرتهم في هذو كل اللي اعترضوا على نتائج الانتخابات اللي فاس فيها بيدان ودخلوهم للحبس الحبس قال لك هذو غادي خرجهم صلى غادي رجع رئيس غادي خرج هذو من الحبس المهم في أيام قيام ما يعلم بها إلا ربنا المهم ما أخذت فيه الفين واربعة وشرين الفين وخمس وعشرين حتى الفين وست وعشرين أيام سوداء في انتظار البشرية جمعاء نعم راكينوا واحد العالم نمساوي ميريكانو اسمه هاينز فون فورستر هاينز فون فورستر نعم هو نمساوي ولكن عاش في أمريكا هذو عالم السيروكراقراطياشي العباب حليدا سيبرنيتقيا نعم عالم سيبرنيتقيا هذا واحد العلم جديد اكتسبوه في الأربعينات من القرن المنصارين القرن المنصارين نعم علم كيهتم بقضية ديال التحكم في العالم نعم علم القيادة والتحكم في البشرية وهذا السي هاينز فون فورستر هذا كان عالم واستجامعي وفيزيائي مهمة مخكمة هذا قال لهم في 2026 غادي تفرق على العالم نعم لأن التكاتر البشاري والاكسيدات البشاري وتقلص الموارد الغذائية فهمتوا كيف هذا يعني ذلك شي لا يبشر بالخير تزايد عدد السكان إلى جانب انعدام الأمن الغذائي ها والتغير المناخي هيسبوه في كارتة كبيرة عظمى ماسي اللعب الموارد الطابعية ما غاديش تبقى قادرة تساير النمو البشاري فهمتوا كيف هذا البشار غادي يرجع أكثر ببتاتة وما تشار المغرب أنتما كتشوفوا على سبيل المثال بلد فلاحي زراعي والشعب دياله ما لقيش البصل وسيجيب لكم الله ليس بصدفة المخزن الآن بصدد ترويدكم ترويدكم على المجاعة فهمتوا كيف هذا المخزن يرويدكم الآن على المجاعة والقحط البصلة نهار بجوش درهم لغا دالي كتسوى ب10 درهم نهار الليمونة كتسوى 15 درهم بعد ذلك كتسوى بدرهم هليش أعمل لكم هذه اللعبة هذي بس كي خليكم تسنسوا دي قادية البصلة غادي تستقر في الأخر على 20 درهم كيلو ماتيشها 25 درهم بطاطا ما غاديش يتفقوا تجبروها للدول ما غاديش يتفقوا تجبرو بطاطا فهمتوا كيف هذا هذي كامل ما هي صدفة أخوتي هذي كامل المخزن بس يستمر كنظام خصوه يجوع الشعب المغربي بس يعطي الفروطة والخضراء والسماك للدول الأخرى بس يرضاو عليها ذيك الأنظيمة يقولوا الوصافي بقاتب ما تحكم من تينا هذي اللعبة باختصار شديد نظرية المليار الدهابي بدأ الآن العالم الخفي العالم اللي وراء الكواليس بدأ في تطبيقها والتسريع في تطبيقها لكي يتموا محو واحد الجزء الكبير من شعوب العالم خصوصا الشعوب اللي كتبهل الشعب الزريبة اللي ما كتدفعت على الحقوق ديالها اللي خوفانا اللي مرتعبة مرتبكة ما زالتتشوف القايد وتتشوف البرقاق المقدمة تتقف قف هذي شعوب ستذهبوا إلى مزمدات الطارق ما تذكروا شي كثير من دول العالم الثالث ومنهم الزريبة ستنقاردوا آه بس يبقى واحد من مليار عايش فياخر مع رصوف الرفاهية يكون بانان إجاس أفوغادو الحام الحوض آه لأنتم اكترتوا بزاف بلا فائدة شعوب العالم الثالث تتوالد وتنبو دون فائدة فهمت ما أسمعته هذي لقصلكم هذي كامل سيحصل قريبا الشعوب التي أبت أن تطور الشعوب التي رضخت وتتاقلت إلى الأرض هذي شعوب ستنضطر وستنقرد وبقى تقول لي مقدك سعتين عاسا مالي عملية الإنقراض تعدد وأنت تقول عاسا مالي كم أبغي نفسنا والعنزين وغير الدنيا بتاقم ومشا وكذا المغرب جوي تتات في هذا عش نعم كيف يقع وزادو كفسوها قال لك سيدي الناس تغوض في طنجا الطب بلد السحور لم تطب بلد السحور طب بطب طب بطب طب بلد السحور عندو الطب بلد السحور يشعروا ما أغيرو لكم الملامح التاريخية مدينة طنجا كاملة وسكتتو وطب بلد سحور وتغوض الناس مدينة طنزا قال لك سيدي كان هناك ناس آخرين مهاجرين كلهما من داخل المغرب من مدينة طنزا طلبوا بإلغاء الطبال تسعر الطبال تسعر والصحراتي يسميه في المشرح المصحراتي هذا الذي يقيد النيام لكي يتناولوا وجبة الصحوري هنا في مدينة طنزا عندنا واحد تقليد منذ الزمن البعيد منذ عهد الديناصورات ساعة قبل صلاة الفجر يمر شخص ويبقى يطبل الطبال تسعر وفي الصراحة تسعر به كيف يحل رمضان أنا شخصيا كانت تذكر تسعر كنت أعشقه كنت أنتظر بفارغ الصبر مروره من زنقتنا لكي أطير بالفرحة ثم أطير وأستيقظه لكي لا تفوتني وجبة الصحور هذا مقال لك جوشين أجدادين تقولوا اليوم لا تسعر طبال تسعر هذا يتم الغزو الفكري نعم الغزو الفكري ودبا غرات السيدنا هذي هذي تأييات دخلها في الغزو الفكري قبل ما نحرقه نعم طانجا وما كانوا شي يقولوا سيدنا والله أخوتي ما كانوا يقولوا سيدنا يقولوا مالك حرفيا مالك وش من مالك الحسن الثاني من أكبر ديكتاتوريين الذين مروا في تاريخ المعاصر أما دبا محمد السادس هاتوا معارفين قضية حسس والله يحفو ليمسكي ومع ذلك يسيده سيدنا ما سيدنا سيدنا آه سيدكون الله تريمك وما تفوتك سيدكون فين غادي توصل كامبود شريف مشى كامبود مرسل مشى محط تقديمه مشى صمعد بلايه مشى كل شي يمشى وثو ما سيدنا دبا عادي كنو تسدهوا دروق لك تطبل بالسعر غادي يزولوا لك تطبل بالسعر غادي يزولوا السعر غادي يزولوا آدان الفجر والآدان بالصفة عمات آدان الدور غادي يزولوا للكم مخطط المخزن هو أنت تحول الطنجا إلى حاجب دولية هذا هو المخطط وثو ما فطلين به ولكن خوفانين كتخافوا الزنداباك يقول لك تطبلت السعر لا تطبل مهم أنا أتضامن مع الدرالي تطبلت السعر دي أنا كاملين بيوم يا الله أتضامن معهم زعماد والصحو ولكن أخوتي معنا ملام يا الله طال الله وليفرسكم